ليست في اللغة العربية المشكلة فينا المشكلة فينا كيف نتعلم اللغة العربية كيف نتعلم اللغة العربية من يعلم كيف نتعلم اللغة الإنجليزية كيف نتعلم اللغة الإنجليزية عندما أنا أتعلم الآن أذهب إلى هناك أختي صح وأنت لا يوجد أحد الآن يتكلم فيكم باللغة الإنجليزية ماي الاشكال يا اخي انت تختفي اللغة البريطانية مثلا في اللغة الإنجليزية لا اشكال فيها طيب اختفي اللغة العربية اشعر اشكال الآن وتتعلّق وتحاول يا اخي لماذا يبقى عندما نتحدث أيضًا بيننا نفسنا وعندما نتحدث عن مجموعة نجعل نحن نغفت في الجغاز العلمين ولكن ليس في مجموعة ولكن لماذا يبقى عندما نجعل نحن في الاربك نظرنا من مجموعة مجموعة لابد أن تجعل كل الحواس تعمل معك في تعلم اللغة العربية يجب أن تستخدم كل اكتبه ومعملك لتعلم اللغة العربية الآن لاذا ينظر الآن للغة العربية هنا المفروض كيف يعني لما ينظر الآن للغة العربية الشيخ قال لا ترى شيء كالغة وإنسبة اللغة العربية أول شيء هم التليفون تحول اللغة فيه للغة العربية في أول عرض ستتعلم حتى تضع لوحات ممكن الحروف في غرفة عندك إذن لا أنظر إلا إلى العربية لا تتكلم إلا بالعربي لا تنفق إلا باللغة العربية لا أتكلم إلا باللغة العربية لماذا يا أخي تتكلم هنا باللغة الإنجليزية؟ لماذا لا تتكلم باللغة العربية؟ لماذا لا تتكلم باللغة العربية؟ لماذا لا تتكلم باللغة العربية؟ يقول لا يفهم عليه هذا الناس سيقول لا أتكلم طيب أنا عندما أتكلم بلغة بريطانيا مثلا الشيخ قال إلا باللغة العربية هل تكلمني أنت باللغة العربية؟ هل تتكلمني أنت باللغة العربية؟ لا 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 أجد أحيانا من يتكلم معي بالنغة العربية فَاَضَّرْ إِلَى أَتَّكَلَّم بِالنْ لِلُّغَّةِ الْإِنجْلِيزِيَ Holl So I am forced to speak English This person knows Arabic and the other person knows Arabic But together they will speak English and then they'll turn around and say that Arabic is hard You don't listen to anything except the Arabic language You call your friend Then I will talk to you with the English language I say I don't listen to what you say I want to listen to the Arabic language And I'll remove the phone Your friend will listen to the Quran and the Arabic language You came here to listen to the Arabic language How do you speak English? The Sheikh said if you ring your friend and he starts speaking English Say a thing that you don't understand And unless he speaks Arabic you turn the phone off What? Yes And listen to the Quran, listen to the Sunnah, the Hadith, the lessons in Arabic You have not come all this way to listen to the lessons in English تكتب الآن باقي حاسة معاً الكتابة You have one sense left which is writing time تكتب دائماً لا تكتب بالإنجليزية تكتب بالعربية All is right in Arabic never right in English أي كلمة تسمعها جديدة تسجلها تدونها تكتبها تجعل هذه الحاسة تعمل معك معاك في التعلم آيات القرى التي تحفظها تكتبها ممكن تتذوق اللغة العربية كيف تتذوق اللغة العربية تبحث عن الكلمات الجميلة تبحث عن الكلمات الجميلة وتبدأ تتكلم بها الأشعار مثلاً And you start speaking with them for example poems نعم تأخذ من القرآن من السنة بعو الكلمات وتستعملها في كلامك اليومي تأخذ بعض الكلمات من القرآن ومتأخذ بعض الكلمات من الحديث ومتأخذ بعض الكلمات من الهديث ومتأخذ بعض الكلمات من السنة